أهلا بحضراتكم من جديد وترند الأهل والحديث عن مباراة العودة أمام الوداد المغربي النهاردة لإدارة النادي الأهل تلقت خطاب من الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي بيؤكد فيه على اتخاذ نفس الإجراءات الاحترازية اللي تمت فيه مباراة الزهاب بخصوص الشأن الإعلامي وحضور وسائل الإعلام مش هيكون فيه حضور لكل وسائل الإعلام ويتم السمح فقط للمنصق الإعلامي لكل فريق ومصور خاص لكل نادي وفقا للإجراءات الاحترازية المتبعة من الاتحاد الإفريقي وده اللي تم فيه مباراة الزهاب في المغرب أمام فريق الوداد أيضا كمان المؤتمر الصحفي قبل وبعد المباراة هيكون مرئيا عبر الإنترنت دون حضور إعلاميين طبعا الاتحاد الإفريقي يهم أن يكون فيه جمهور ويكون فيه إعلام لكن بسبب انتشار وباء فيروس كورونا فيه إجراءات احترازية في هذا الشأن لكن أروح ليه تريند الأهلي وأول حاجة معايا النهاردة فيه تريند الأهلي من الحساب الرسمي للأهرام على تويتر ويقالوا فيه أن مروان محسن جاهز للمشاركة أمام الوداد فيه إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله الحالة الطبية والفنية يكون مروان جاهز بنسبة 100% برضو من الصفحة الرسمية لسوبر كورو على الفيسبوك كتبوا اختبار طبي اليوم يحدد مشاركة قهربة في تدريبات الأهلي زمينة شريف شعبان اتكلم مع قهربة واطمئن من خلاله على جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية والكابتن سيد بالأمس في أكثر من مدخلة وفي ظهوره عبر قناة الآلي قال إن قهربة هيكون جاهز إن شاء الله لمباراة العودة ماجي كانوا من الصفحات الجمهورية حط صورة للأميرة السمراء كأس دور أبطال إفريقيا وقالوا من أجل المجد يا رجالة من أجل صناعة التاريخ يارب البطولة تكون من نصيب الأهلي أيضا كمان من صفحة الأهلي بليارز على الإنستجرام ما كتبوا بعد تسجيل علي معلول هدف أمام الوداد المغربي أصبح اللاعب حاليا في المركز الثالث برصيد تسع أهداف مع النادي الآلي في البطولات الإفريقية ليعزز مركزه في قائمة الهدفين الأجارب في الصدارة طبعا الأنجولي فلافيو 18 هدف المغربي وليد أزارف في المركز الثاني 13 هدف وعلي معلول الظاهير الأيصر في المركز الثالث بيتسع أهداف رقم جيد جدا لهذا المركز ولهذا اللاعب في النادي الآلي أيضا كمان من صفحة الآلي اليوم من الصفحات الجماهرية كتبوا وقالوا رسالة جميلة جدا الحجر المفقود لتصبح اسم لا ينسى في القلعة الحمراء يا معلول أفريقيا يا علول الحجر المفقود هنا المقصود بيه كأس أو البطولة الإفريقية دورة أبطال إفريقيا والأميرة السمراء عشان تكون البطولة الغائبة بالنسبة لعلي معلول إن شاء الله السنة تكون من ضمن رصيد البطولات لعلي معلول مع النادي الأهلي أيضا كمان من صفحة تيلا كورة على الفيسبوك نشروا تصريح لسيارة اللواء علي درويش مدير استاد القاهرة وقال إن الملعب جاهز لاستقبال المباريات مباريات الأهل والزمالك الإفريقية وهناك سيانة مستمرة في الملعب وجهزون لاستقبال الجماهير سواء بحضور خمس تلاف أو عشر تلاف وملتزمون بتطبيق قفة الإجراءات الاحترازية احتمال لحضور الجماهير ده يبقى صعب جدا لأن في النهاية هو قرار الاتحاد الإفريقي تبقى للإجراءات الاحترازية اليوم السابع قال للأهل بيقرر عودة ناصر ماهر وعمار حمدي ومحمد شريف وأيضا كمان محمد عبد المنعم في الموسم الجديد مسألة الانتقالات والتعاقدات والإعراض كل هذا الأمر مؤجل للفترة اللي جاية بعد ما نخلص دور أبطال إفريقيا فيه كلام ممكن يكون صح فيه كلام ممكن ولسه فيه كلام تاني الفترة الجاية في النهاية فيه جهاز فني بعد ما يخلص بطولة أفريقيا هيشوف احتياجاته للموسم اللي جاي لما يشوف الاحتجاجات وقتها هيشوف التعاقدات ويشوف اللعيب المعارة ويبقى عنده أولويات بالنسبة للمرحلة اللي جاي أخرج إلى الفاصل وبعد الفاصل الفقرة الأخيرة من برنامج الترند وبالتأكيد أن أعرض مشاركاتكم بخصوص أفضل مباراة للأهلي في دور أبطال إفريقيا حتى الآن